ردود الفعل هذه معنا من القدس مراسل العربي أحمد دراوشا أهلا وسلم بك معنا أحمد نتوقف معك عند ردود الفعل حتى الآن على رد حماس التي وصف برد الإيجابي والآن قبل قليل قلنا أنه جزء من مطالب حماس مقبول من قبل مصادر رفيعة إسرائيلية فما هي التفاصيل المتوفرة بهذا الشأن؟ بالفعل ندين لكن قبل ذلك أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي أورده موقع والا الإسرائيلي وهو أن عملاقة صناعات عسكرية يابانية أعلنت عن إنهاء عقدها مع عملاقة الصناعات العسكرية الإسرائيلية ألبت على ضوء قرار محكمة العدل الدولية في لهاي الذي أشار إلى احتمال ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم إبادة شعب في قطاع غزة هذا أول قرار من نوعه وربما يكون له تأثير كبير وإسرائيل بحسب موقع والا الإسرائيلي تخشى من تدحرج هذا الموضوع وأن تحذو شركات أخرى حذوى الشركة اليابانية وبالتالي ستؤدي إلى ضربة هائلة للصناعات العسكرية الإسرائيلية ألبت تنتج علدا كبيرا من الطائرات المسيرة الإسرائيلية ومن المنتجات العسكرية الأخرى وهذا أول قرار من نوعه يرتبط بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر قبل أسبوعين في لهاي فيما يتعلق بصفقة تبادر الأسرة فالتشاؤم الأول الذي عبر عنه مسؤولون إسرائيليون فور إعلان رئيس الوزراء القطري عن الحصول على رد حركة حماس بدأ يتبدل رويدا رويدا في البداية نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية المراسلة العسكري تحديدا لهذه القناة نقل عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أو ربما عن أوساط إسرائيلية أن هناك تفاؤلا بسيطا جراء الرد الذي قدمته حركة حماس لاحقا صدر بيان علني على الموساد بيان علني نادر ذكر فيه الموساد أنه استلم الرد عبر الوساطة القطرية دون أن يجري تقييما لطبيعة هذا الرد إن كان سلبيا أو إيجابيا والآن تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن هناك نقاط مقبولة في رد حركة حماس على إسرائيل وهناك نقاط أخرى غير مقبولة هناك أمور أفضل مما توقعت إسرائيل وهناك أمور أسوأ مما توقعت إسرائيل وهناك إجماع في إسرائيل بطبيعة الحال عن أن رد حركة حماس هو مجرد بداية لهذه المفاوضات بالتالي هناك أمور قابلة للأخذ والرد وقد تتغير خلال الفترة المقبلة يمكن وصف ردود الأفعال الإسرائيلية بأنها تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إقرار بأن هذه المفاوضات ستكون شاقة نذكر بأن المفاوضات الأولى التي أسفرت عن الإفراج عن عرد من الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة تحديدا من النساء والأطفال في مقابل الإفراج عن أسيرات وأسرة فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي استغرقت المفاوضات من أجل التوصل إليها لأسابيع والآن هذه الصفقة التي توصف بأنها أكثر تعقيدا وهناك فجوة أكبر بين مختلف الأطراف قد تستغرق فترة معينة من أجل التوصل لاتفاق نهائي لصفقة تبادل أسرة وربما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تسرعت إسرائيل في البداية بإعلانها عن أن رد حركة حماس سلبي وأن إسرائيل لن توقف الحرب على قطاع غزة لكن كلما مر الوقت أكثر كلما تراجع الموقف الإسرائيلي الأولي الحاد أكثر وهناك إجماع في إسرائيل عن أن النقاشات يوم غد مع وزير الخارجية الأمريكي ستؤدي في نهاية المطاف إلى فهم الموقف أكثر الموقف الإسرائيلي تحديدا نعم أشكرك جزيلا الشكر من القدس مراسل العربي أحمد